الحياة تخنق في شمال غزة ومصير الأطفال الجوعة حتما هو الموت هذا ما يؤكده الفلسطينيون تحديدا في شمال القطاع المحاصر بعدما يقرب من خمسة أشهر من تحمل القصف والجوع والمرض والألم مستسلمين للمعاناة المتجلية بكل أشكالها والتي تتزامن مع مساعي أممية للبحث عن طرق لإدخال مساعدات للسكان المنكوبين في هذا الصدد أكد مسؤول إغاثي بارز في الأمم المتحدة أن المنظمة ستقيم كيفية استخدام طريق عسكري إسرائيلي متاخم لقطاع غزة لتوصيل المساعدات لمئات الآلاف من المدنيين الذين تقطعت بهم السبل شمالي القطاع أكد جيمي مكولدريك منصق الأمم المتحدة للمساعدات في الأراضي الفلسطينية أن الأمم المتحدة تضغط على إسرائيل منذ أسابيع لاستخدام طريق على السياج الحدودي مع غزة مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال أبدأت تعاونا أكبر من التعاون عن السابق وأوضح مكولدريك أن المساعدات التي تدخل عبر مصر سيتم تفتيشها عند المعابر ثم مرافقتها على طول طريق عسكري في الأراضي الإسرائيلية إلى قرية بئير الحدودية الإسرائيلية مشيرا إلى أنه سيتم تقييم الطريق الجديد المحتمل لضمان عدم وجود ذخائر غير متفجرة وتحديد نقاط التوزيع المناسبة للمساعدات وأشار المسؤول الأممي إلى أن سبل المساعدات الأخرى بما في ذلك ميناء أزدود الإسرائيلي وعمليات الإسقاط الجوي من الولايات المتحدة والأردن مفيدة لكنها لن تلبي الاحتياجات الكبيرة وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا عن طريق النقل البري بالمقابل يسعى الاتحاد الأوروبي لفتح ممر بحري ينطلق من قبرس لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة ومن المتوقع أن تبدأ المحادثات بين مسؤولي الاتحاد مع قبرس خلال هذا الأسبوع كما نقلت وسائل علام إسرائيلية عن مسؤولين أن حكومة الاحتلال ستتعاون في إنشاء الطريق البحري كانت وزارة الصحة في غزة أكدت أن الأطفال الذين فارقوا الحياة بسبب سوء التغذية والجفاف ارتفع إلى 18 طفلا كما أعربت عن خشيتها على ستة ردع آخرين يعانون من سوء التغذية في المستشفى ذاته بدورها حذرت المنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف من زيادة سريعة متوقعة في عدد الأطفال الذين يموتون جوعا ما لم تنتهي الحرب وما لم يتم إزالة العقبات التي تعترض طريق الإغاثة الإنسانية فورا تضيف اليونيسيف أن الحرب تسببت في نقص الأطعمة المغذية ما تسبب في عجز الأمهات عن إرضاع أطفالهن بشكل طبيعي ما أدى إلى موت رديعتين بسبب سوء التغذية والجفاف الذي أصابهما بالفشل الكلوي وفي الوقت الراهن يعيش نحو 300 ألف نسمة تحت الحصار شمالية غزة بينما يقول برنامج الغذاء العالمي أن الجوع سجل مستويات كارثية بسبب شح المساعدات التي يمكن دخولها إلى القطاع مؤكدا أن نحو 3% من الأطفال في شمال القطاع يعانون هزالا شديدا ويحتاجون إلى العلاج بشكل عاجل في غضون ذلك يحذر أطباء في مستشفى كمال عدوان من أن عدد وفيات الأطفال الذي تشير إليه إحصاءات وزارة الصحة لا يعكس الرقم الحقيقي لأن إحصاء عدد الوفيات بسبب الجوع لم يبدأ إلا قبل أسبوعين وعليه فإن العدد الحقيقي أكبر من ذلك بكثير